في الوستوديو الأستاذ يونس قرار مختص في المعلوماتية والوسائط الحديثة أول شيء شرحنا تفاصيل هذه العملية هذه الحملة تجسس التي تكون بغطاء فيسبوك كأنه دي كونت تا فيسبوك لكن هذا الأمر خاطئ وطبيعة الحال الآن الناس تستعمل هذه الهواتف الذكية لتتواصل مع الأصدقاء ومع أفراد العائلة فكل واحد يقدر يصبح ضحية لما يسمع توصل له رسالة تقول لي هذا التطبيق تطبيق جيد تقدير مكالبات مجانية وتبعث الصور والنوعية الجيدة فكل إنسان ممكن يصبح ضحية وينزل هذا التطبيق وطبيعة الحال لما ينزل هذا التطبيق يعطيه كل الإمكانيات باش يوصل إلى ما هو مسجل دخل الهاتف يعني الصور دليل تعل الاليكونتاك تقدر حتى يسجل رسائل الأسماس يسجل مكالمة الهاتفية وكذا فهناك يعني ما هو هذا التطبيق الأول لإندار ففي بعض الحالات هذه التطبيقات يديرها البعض في إطار معركة ما بين دول ولا ما بين مؤسسات ولكن يقدر الإنسان يستعاملهم لأغراض شخصية يعني نقدر نبعث رسالة لأي واحد نقول له هذا التطبيق مليح وهذا التطبيق وش يدير يعني نازمه شوفالدو ترواء يعني لما تسجل وديره في الهاتف يصبح تحت تحكم الذي أرسل إليك هذا التطبيق وفي الأخير مؤخر يعني في بداية هذه السنة منذ شهر أو شهرين يعني ظهرت حملة كبيرة جدا تطبيق تطبيق الجوسسة يعني أرسل لكثير من الأشخاص عن طريق الميسنجر وعن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وهذا التطبيق لما تحملوا وديروا في الهاتف فيتاعك فيسجل كل ما تقوم به عبر الهاتف يعني المعلومات المخزنة كل تصبح تحت تصرفه وكذلك المكالمات الهاتفية رسائل إلكترونية التي تبعثها وهذا التطبيق يبعث إلى مكان مال واحد الخادم هو اللي يتلقى هذه المعلومات ثم يدرسها ويبدو أن هناك يعني مجموعة من القراصنة اللي وراءها مثل هذا التطبيق وممكن تكون مخابرات تحرك للوزير الأول الذي يحذر جميع الوزارات هذا الأمر يعني موظفوة دولة إطارات الدولة الذين يستعملونها بدون شك هواتفهم في مرسلات الكل عنده يعني الجيمائل عنده مواقع تواصل شماعي لمرسلات ممكن تععمل تعسرار دولة آخرين يقولوا لهذا وجب الحيطة والحذر الحيطة لا بد يعني حتى المواطن البسيط عنده حياته الشخصية عنده معلومات مهمة على الصحة تاعه على العمل لا يريد أن تنشر على كامل تابعة الحال كالناس لديه مشاكل في العدالة مع العائلة كعند خلافات أسارية فممكن هو يتكلم عن طريق الفايبر أو عن طريق سيبعث رسائل للوالد التاع أو للأخ ويذكر بعض الأسرار الشخصية تعالي العائلة فإذا وصل لها الإنسان يقدر يستعملها للمساومة ونشر هذا الفضائح فما بلوك بالإنسان لمسؤول على مؤسسة ولا مسؤول على هيئة كبيرة يعني فمعلومات اللي عنده معلومات مهمة تمس ب اقتصاد البلد وممكن تمس بأمن البلد هذه الحسابات المزيفة لماذا تستعمل فيسبوك كثيرا ولماذا دائما بصور نساء تستعمل صور نساء كذلك لإغراء أكثر لجذب المستصدرين يعني عدة يعني 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 في التعليم حدد الوزير الأول على أن هذه الحسابات تستعمل عموما صور نساء وهمية نعم يعني على الشيء لأن الإنسان هما لاحظوا يعني هما دايرين دراسة اجتماعية في هذه الشبكات يعني الإنسان لا يطمئن إلى حساب لما فيهش صورة إنسان يعني يعني فالنس تتخاف من بالأنونيم هذا ما نعاش من وراء الحساب ولكن لما ندير صورة تاع إنسان ممكن متعارف عليه خاصة إذا كانت مرأة فطبيعة الحال الإنسان يرتاح أكثر في نفسه يعني هذه حتى في حياتنا الشخصية يعني لما يجي راجل يسألك في الطريق شاب فدائما عندك هذا التخوف لأنه يقدر يأذيك يقدر يكون سراق ولكن المرأة دائما عندها البراءة فالنس تطمئن أكثر فلما تجي رسائل من عنده هذه الشابة التي تبعتني عن طريق فيسبوك وليسيلا أي وسيلة أخرى للتواصل فأطمئن إلى الروابط التي تبعتني فتبعتني هذا الرابط تقول بلي هذا التطبيق مني حيك اكتشفته ويعطيه يعني وانا جربته وانا تواصل مع الأهل هذا الرابط ويتلشرج هذا التطبيق وغير ينزل التطبيق يحطه في الهاتف يتعه يصبح ضحية والهاتف يصبح تحت التحكم ولهذا في هذه الشبكة التواصل الاجتماعي يجب أن إنسان يكون واعي يعني ما يتواصلش مع أي إنسان وخاصة الناس المجهولين يعني ما يكفيش حتى وإذا شفت في الوجه اللي وراء الحساب لن يجب أن يعني تطمئن بأن صحيح ما هذا الحساب يعني هذا الشخص بالذات أستسمحك معلوماتية والوسائل الحديثة كنا نتحدث عن تعليم من الوزير الأول لمختلف الوزارات للانتباه من هذه التطبيقات الخاصة بالتجسس طيب هذا تطبيق كيك ماسنجر هو تطبيق معروف ويستعمله الكثير من الجزائريين لدي بعض المعلومات التي تقول أن الأشخاص المستهدفين يمكن تجسس على صورهم واجهات الاتصال سجلات المكالمات يمكن تجسس على المحادثات عندما يكون الجهاز المصاب ضمن النطاق بالإضافة إلى تحديد الموقع الجغرافي للضحية وكذلك تسجيل أصوات المحيطة بالجهاز كل هذه الأمور يعني يتحكم في الكاميرا في الميكروفون وفي كل شيء يعني الهاتف يصبح الشخص اللي نزل عن بعد في مكان في لبنان هو اللي يتحكم في الهاتف ممكن أكثر ما يتحكم فيه يعني بعض الأمور يقدرهم يغلقهم لك بعض الصور ما توصلهاش ولهذا لازم ينسان يأخذ حذره يعني كمواطن كمستهلك لهذه التطبيقات وهذه التكنولوجيات لازم ينسان يأخذ حذره وقدما تكون عنده مسؤولية وقدما تكون عنده معلومات تهم المؤسسة وتهم البلد لازم يأخذ حذره ولهذا يعني باش من نعطيه يعني نصائح للناس كل أولا لابد من استعمال البرمجيات لتحمي هذه الهواتف من الغيروسات ومن هذه البرامج القرصنة كذلك لازم ينسان يكون حذر في التعامل مع الروابط اللي توصله والرسائل اللي توصله وكذلك يكون حذر مع من يتواصل الناس المجهولين هذا ما تتواصلش معه احنا تعلمنا من صغرنا الوالدين اللي تتكلم مع إنسان في الشارع عقل ما تتكلمت معه وش قال لك وش قال تفهمه وش قال تفهمه وش قال تفهمه وش قال تفهمه هذا الحذر وكذلك بالنسبة للدولة لازم تفكر في إعداد وتكوين مؤسسات متخصصة في هذا المجال لحماية الأجهزة وحماية الأنظمة المعلوماتية خاصة تعالى المؤسسات الاستراتيجية شكرا شكرا لك الأستاذ يونس